طيب من رحب بيكم مرة تانية وخلينا دلاتي نروح لمراسلتنا العزيزة هانا بلقاس من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد ومعها لقاء مع سيادة اللواء خلد عبد الرحمن مدير فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد هيتم الحديث مفروض عن الانشاءات داخل الفرع والاكاديميات والخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية كمان العمومية هانا بنصبح عليكي أنا وكريم وأكيد بنصبح على سيادة اللواء وسمعينك تفضل يا صباح الخير عليك يا نهواند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي وفقرة أخبار النادي لكن النهاردة هتكون مختلفة يعني زي ما انت قلت يا نهواند هتكون معنا لقاء مع سيادة اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد طبعا في البداية براحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي وعايز حضرتك تكلمنا عن الطفرة الانشاءية الغير مسبوقة الحقيقة داخل فرع الشيخ زايد صباح خير عليكم جميعا وعلى الجمهورنا العظيم أول حاجة بالنسبة للإنشاءات بالنسبة للفرع الشيخ زايد احنا الحمد لله مجلس الإدارة مهتم جدا بشيخ زايد والإدارة التنفيذية بتاعت النادي كلهم طبعا حطين فرع الشيخ زايد في أهمية اللقاءات عندنا صالة سكواش ومعها تنس طولة وده بتشمل 8 ملاعب سكواش على أعلى مستوى عندنا صالة تنس طولة بتسع 6 طربيزات وده طبعا حاجة جديدة بالنسبة للنادي للفرع هنا ده من الأنشطة الجديدة اللي موجودة موجودة في النادي في صالة الكاراتي اتنين دور اتنين طابق الطابق الأولاني فيه تلاتة بصات يعني 6 ملاعب تلاتة فوق وتلاتة تحت طبعا أي صالة من الصالات اللي موجودة بيبقى مشتمل فيها المكاتب الإدارية بتاعتها قوض اللبس بتاعتها الـ WC بتاعها قوض تغيير الملابس للأعضاء وكده الصالة التالتة اللي هي الجنباز وده بصات كامل بأحدث الأجهزة وعلى مستوى طبعا بتشمل المنطقة دي بتشمل تلاتة أماكن لجلوس الأعضاء أول واحدة قدام قدام صالة الكاراتي وتاني واحدة عند صالة الجنباز وبين التلات صالات في مساحة كبيرة تقريبا ألف ومئة متر دي منطقة جلوس وفي أربع منافذ مشروبات ومأكلات بتخدم المنطقة دي كلها ده بالنسبة لمنطقة مجمع الصالات اللي هناك اللي موجود الجديد اللي إن شاء الله في القربي العجل حيتفتح بإذن الله يمكن كمان كان تم افتاح مجمع للبنوك منذ فترة ويمكن دي كانت خدمة مميزة جدا لأعطاء الشيخ زايد إحنا عندنا الحمد لله يعني مجلس الدرا كان مقرر اللي هو يفتحه مجمع البنوك وعندنا ثلاث بنوك موجودين مختلفين الأهلي وبنك كاهرة وبنك مصر ودي بتخدم الأعضاء في النادي الأهلي وأعضاء نادي جمعية العمامية بتشمل اللي هي كمان عندنا بتوفر لنا اللي احنا بتبدأ من عشر الصبح لغاية ستة المغرب ودي هي حاجة طبعا بتخدم الأعضاء على مستوى اليوم كامل ممكن حد بيخلص شغله بيجي يكمل حاجاته في النادي والمنطقة كمان بتاعة الشيخ زايد بيجي برضو يستخدموا البنوك وكده برضو عايزين حركة تكلمنا بقى عن الأكاديميات داخل فرع الشيخ زايد يعني ممكن فرع الشيخ زايد مهتم بالأكاديميات الألعاب الأخرى بجانب طبعا كرة القدم عندنا طبعا من أهم الأكاديميات اللي عندنا أكاديمية كرة القدم اللي موجودة عندنا هنا ودي خدمة للأعضاء بتوع النادي الأهلي وعندنا أكاديمية السباحة على أعلى مستوى وبتأهل وبتطلع أبطال جامدين بناخدهم في الفرق الأساسية في جزيرة عندنا أكاديمية الطيرة والباسكت والهندبول والتنس الأرضي فيه كمان فريق البليل بتاعنا من أعلى المستويات اللي موجود عندنا بالصالة بتاعته موجودة ويمكن بيشتركوا في حاجات كتير قوي حافلات كده ويبقى كله طبعا طبعا نشاط البليل اللي هو موجود في الجزيرة وفي مدينة نصر يعني يمكن سيادة الواق كمان الهدف الأساسي عند مجلس إدارة النادي الأهلي وخدمة الأعضاء ويمكن ده بنشوفه كمان من خلال الأنشطة اللي بتقدم للأعضاء ممكن حرف تكلمنا عن الأنشطة اللي هتكون طبعا مقدمة من لجان النادي داخل الشيخ زايد الفترة الجاية اهتمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان اللي أولي بتاعت نادي بفرق الشيخ زايد على طول ما بيسبناش يعني احنا كان لسه عندنا خميس وجمع وسبت الأومن دي بتاع الخدمة الأعضاء من أعضاء النادي كان عندنا سباق الدرجات لسه كان من 15 أو 20 يوم عندنا سباق مرسن خلال الأزواءين اللي جايين دولات هيبقى فيه سباق مرسن للأعضاء الشيخ زايد غير الندوات اللي موجودة على طول الاهتمام بصالة كبيرة للمباريات وعندنا خمس أماكن الأعضاء كلهم بيتفرجوا على الشاشات من خلالها على المباريات النادي لأهلي مجلس الإدارة ما بيأخرش أي إمكانيات ولا الإدارة التنفيذية في خدمة الشيخ زايد على المستوى يعني على مستوى النادي كل بشكر حدثك جدا طبعا سيادة اللواء مع شكر وأهلا بيكو في بيتكو الشيخ زايد يعني يا نهواندو يا كريم ده كان لقائي مع اللواء خلد عبد الرحمن مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد لعودة لكم وراء أخرى في الستوديو نشكرك جدا جدا على هذا اللقاء يا هانا وأكيد بنشكر سيادة اللواء وحلو جدا أن احنا دايما كمان نعرض لحضراتكم يعني كل ما يتم من تجديدات وتطوير على أرض الواقع وتشوفوها كمان يعني بالصوت والصورة لأن في ناس كتير ممكن تكون يا كريم مثلا ما بتروحش تزور فرع من فروع النادي الأهلي بشكل يعني دائم فحلو ان احنا ننقل لحضراتكم ما يتم من تطوير واهتمام يعني على أرض الواقع وخدمات أكيد لكل الجمهور فشيء محترم جدا وكل يوم هنحاول ان احنا نعرض يعني لحضراتكم شكل جديد وتطوير جديد في أي فرع من فروع النادي شكرا لكي مرة تانية هانا